موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إخواني مشاهدين أخواتي مشاهدات أهلا ومرحبا بكم في رحاب حصتكم التسهيل لقراءات التنزيل تأتيكم من الخامسة وأسعد دوما باستضافة الشيخ الجامع المقرأ الشيخ حسين وعليلي أهلا ومرحبا بكم شيخنا الحسين أهلا بكم شيخنا الفاضل الشيخ عماد وأهلا بسادة المشاهدين الأكارم ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا فضلا وبركة هذا المجلس المبارك أمين شيخ حسين قد وصلنا إلى الحلقة التاسعة عشر ونحن الآن مع الجزء الثالث من أصول رواية الإمام قنبل وسنتطرق بحول الله تبارك وتعالى للأصول المتبقية في هذه الرواية الرواية الثانية للقارئ بن كثير سنتناول في حلقتنا اليوم أحكام الهمز المفرد من حيث الإبدال والنقل والتحقيق أيضا نتطرق لحكم كلمتي اللائي وهاء أنتم ثم الوقوف على مرسوم الخط وياءات الإضافة ولياءات الزوائد ونختم أصول الإمام قنبل ببعض المتفرقات في باب الفرشيات أو فرشي الحروف ومع أول أصل في حلقة اليوم أحكام الهمز المفاعد نعم بسم الله الرحمن الرحيم كما تفضلتم كنا قد ذكرنا بعض الأصول من قبل للإمام قنبل في روايته لقراءة الإمام بن كثير رحمه الله ووصلنا إلى الهمز والهمز بابه واسع وذلك قسمناه بين الحصتين الماضية وهذه اللاحقة وبالنسبة للهمز المفرد لأننا تكلمنا عن الهمز المزدوج من كلمة ومن كلمتين واليوم إن شاء الله تعالى نتناول بالحديث والبحث الهمز المفرد ونقصد بالهمز المفرد أن توجد همزة في كلمة مفردة لوحدها ليس معها همزة أخرى فالإمام قنبل رحمه الله تعالى قرأ بعض الهمزات الساكنة بالإبدال أبدالها مدا من جنس حركة ما قبلها وفاقا للإمام نافع مثل قراءة الإمام نافع ونجد هذه الكلمات في القرآن الكريم كما في قوله تعالى يأجوج ومأجوج فقرأها بالإبدال يأجوج ومأجوج وكذلك كلمة موصدة التي تكررت في صورة البلد وفي صورة الهمزة ويأجوج ومأجوج في صورة الكهف وصورة الأنبياء وبالنسبة لفعل الأمر اسأل واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا اقترنا الفعل فعل السؤال سألا أو لا يسأل أو فعل يسأل الأمر اقترنا بالواو أو بالفاء فإنه يبدل أو ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله فيقرأه فسل هنا حكم النقل حكم النقل نعم فسل هو مدون على الشاشة نعم نعم مدون على الشاشة بعد كلمة أو بعد فعل الأمر سل عندنا كلمة قرآن التي يقرأها قرآن هكذا بالإبدال وهي قراءة ابن كثير نعم قراءة ابن كثير في أي موضع من القرآن الكريم وكلمة كذلك ليكة في سورة الشعراء وصاد كذب أصحاب ليكة هكذا ليست في كل مواضع ليست في كل مواضع في الشعراء وفي صاد وهي كذلك قراءة ابن كثير يعني اتفق الراوياني على ما سبق ذكره الآن الآن تحقيق الهمز عند الإمام قنبل نعم هنا رأينا الإبدال ورأينا النقل والآن تحقيق الهمز بالنسبة لتحقيق الهمز فهمز قنبل موافقا بذلك الإمام البزي ألفاظا كثيرا في القرآن الكريم فهمز الهمزة في كفؤا هزؤا ميكائيل لأن هناك من يقرأها ميكال بالهمز والمد ميكائيل يعني ذلك كلمة فيها كثير من القراءات ترجئ بدل ترجي كما هي قراءة نافع مرجعون بدل مرجون ضئزة بدل ضيزة مناءة بدل مناتة الأولى ومناتة لاخرات وقرأ قنبل كلمة ضئاء بدل ضياء وفي ذلك في صورة يونس هو الذي جعل الشمس ضئاء وجعل القمر نوره هنا يخالف البزي نعم فرد بها دون البزي دون البزي خلافا للبزي الذي قرأها بلياء وكذلك قرأ قنبل موافقا بذلك البزي يضاهون بدل يضاهئون القراءة الأخرى موافقا للبزي بلا همز هكذا قرأ قنبل كلمات اليأس وهي استيأس منه ولا تيأس ولا ييأس واستيأس أفلم ييأس بالهمز وفاقا للجمهور نحن كنا نشوفنا في المرة الماضية لما تعرضنا إلى أصول البزي استايسو يعني أبدلنا الألفة مكان اليأ وقدمناه وقرأ بالوجهين نعم بالوجهين نعم وقرأ ابن كثير يعني براويه قنبل والبزي كلمة اللائي بحذف الياء وصلا ووقفا اللائي في الوقف اللائي بكسر الهمزة فقط دون ياء وقرأها قنبل بالهمز وصلا ووقفا لأننا شفنا المرة الماضية بسألت سهيل نعم بالنسبة للبزي أو الإبدال ياء أو الإبدال ياء ساكن نعم وقرأ قنبل ها أنتم بتحقيق الهمز دون إدخال خلاف للبزي البزي يقرأ ها بإضافة أو بإدخال أليف كحفص كحفص ها أنتم هو يقرأ ها أنتم أولئ مثلا ها أنتم أولئ مثلا الوقف على مرسوم الخط الوقف على مرسوم الخط هذا باب مهم جدا لأصحاب القراءات وقف قنبل على الهاءات التي رسمت تاء مبسوطة بالهاء على أصلها ككلمة رحمة وشجرة ونعمة هذه في القرآن الكريم رسمها في بعض المواضع خالف الرسم القياسي لأن الكلمات أو الأسماء عادة في اللغة العربية فالقياس ترسم بالتاء المربوطة فهناك كلمات في القرآن الكريم معدودة ومعروفة ترسم بالتاء المبسوطة أو المفتوحة هذه فهذه الوقف عليها مهم معرفة الوقف عليها مهم من القراء أكثر القراء يقف عليها بالتاء كما رسمت رحمة شجرة نعمة ولكن الإمام قنبل وقف عليها بالهاء على أصلها أصل الكلمة تكتب بالهاء رحمة هكذا شجرة نعمة هكذا وكذلك وكذلك يا أبت يا أبتي إني قد جاءني من العلم يا أبتي لا تعبد الشيطان فلوقف على أبت يا أبتي إني رأيت أحد عشر كلمة يقف عليها يا أبه هكذا يا أبه هكذا ووقف وفاقا للبزي على مرضات حيث وقعت وذات بهجة المقصود كلمة ذات ولات في سورة صاد بالتاء هكذا ولات وذات مرضات هكذا بالتاء بالتاء عادي ووقف قنبل على هيهات في موضع المؤمنون بالتاء خلاف للبزي الذي وقف عليها بالهاء البزي رأينا أنه يقرأها إذا وقف على يقول هيها القنبل يقف عليها بالتائك الجمهور هيهات ووقف قنبل على الكلمات الخمس الاستفهامية عما وفيما وبما ولما ومما بالميم الساكنة وفاقا للجمهور يعني عم لإفيم هكذا بالميم الساكنة بخلاف البزي الذي له وجه آخر يعني اتفق معه في وجه موافقة الجمهور وخلافه في الوجه الثاني للبزي انفرد عن 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 قنبل في روايته ما عن ابن كثير بإضافة هاء السكت تسمى بالهاء السكت عمه فيمه بمه لمه ممه هكذا يقف البزي رحمه الله ياءات الإضافة بالنسبة لياءات الإضافة فإن قنبل رحمه الله تعالى فتح ياء الإضافة قبل همزة قطعين مفتوحة مثل مثل نافع مثلا إني أعلم باستثناء بعض المواضع إني أعلم هكذا وهمزة الوصل المقرونة بألف التعريف وفاق لنافعين كذلك مثل ولا ينال عهدي الظالمين ليس عهدي الظالمين كما مثلا يقرأ حفص إلا ماستثني طبعا المواضع همزة وصل غير مقترنة بألف تعريف وفاق لنافع مثل بعد يسمه أحمد بعد يسمه أحمد كذلك سكن قنبل همزة قطع مكسورة خلافا لنافع إلا ماستثني مثال أجري إلا على الله يدي إليك وأمي أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كذلك سكن همزة القطع المضمومة مثل وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وفتح الياء قبل حرف غير همز القطع أو الوصل في موضعين ورائية بمريم وشركائية بالبقرة والحج ونوح وسكن الياء في بيتي في البقرة والحج ونوح ووجهي بآل عمران والأنعام ومعي حيث وقعت في القرآن الكريم وكذلك لي بإبراهيم وطاها وصاد نحو قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى احنا عنا ورش من طريق الأزرق يفتحها ولي فيها مآرب أخرى فهو يسكنها قنبل رحمه الله كذلك كذلك ليقوم بولفي ولي ديني في صورة الكافرون الفتح فقط خلافا للبزي كنا رأينا وجه قراءته الذي له الوجهان الفتح والإسكان ولي ديني ولي ديني هكذا شيخ حسين وذكر بأن الخلف أو الخلاف يآت الإضافة بين القراء يكون بين فتحها وإسكانها نعم نعم بارك لوف يعني اليآت الزوائد واليآت الزوائد البحث فيها بين من يثبتها وبين من يحذفها يعني بخلاف اليآت هكذا وفي الوصل قلباق بالتنوين نعم فهذه بالنحل وحذف الياء وصلا ووقفا فيه فما آتاني آتاني الله خير مما آتاكم هكذا نحن نقرأ فما آتاني الله خير مما آتاكم في الوصل نعم وتضبط الياءات الزوائد بالرجوع إلى مضانها لأنه باب فيه الكثير من الياءات وذكرنا أن الإمام الشاطبي عدها فقال وفي مئتي وعشر منيفة وثنتان خلف القوم أحكيه مجملة فبعض المتفرقات التي نختم بها هذه الأصول قرأ قنبل كثير من الكلمات في باب فرش الحروف بكيفية خاصة يوافق فيها بعض القراء ويخالف آخرين من ذلك خطوات ضم الطاء خلاف البزي الذي أسكنها بيوت عيون شيوخ جيوبهن كسر الحرف الأول هذه قراءة ابن كثير هنا نعم تفق مدت بضم الميم وفاقا لحفص أنا في قراءة نافع مدت مدت ولئن مدتم يحسبوا بكسر السين وفاقا لنافع حفص مثلا يحسبوا تذكرون بتشديد الذال وفاقا لنافع وخلافا لحفص لا يقول تذكرون صراط والصراط ذكرنا أنها بالسين صراط هكذا خلافا للبزي الذي قرأها بالصاد نعم الشيخ حسين بهذا الحكم الأخير المتفرقات وأغلبها في باب بفرش الحروف لكن قد وصلنا إلى ختام أصول رواية الإمام قنبل وكملاحظة عامة رأينا بأن هناك اتفاق تقريب شبه كل بين الروايتين بين رواية البزي ورواية قنبل وحيثما كان هناك خلاف ذكرنا أغلب الخلافات الموجودة بين الروايتين وطبعا سنعود لذكر الفروقات حينما نصل إلى الحلقة الجامعة كما فعلنا مع قراءة نافع مخصص حصتين بحول الله عز وجل الجمع بين روايتي البزي وقنبل في جدول وينجري المقارنة بين الروايتين الشيخ حسين تكلمنا اليوم طبعا بإسهاب عن أحكام الهمز المفرد من حيث الإبدال والنقل والتحقيق وعن حكم الهمز في اللائي وعن كلمة ها أنتم ووقفنا أيضا عند الوقوف على مرسوم الخط ويأث إضافة ثم ليآت الزوائد ثم ختمناها بالمتفرقات طبعا سننطبق أصول رواية الإمام قنبل في الجزء الثاني على سورة المؤمنون وحتى يفتح المشاهدون المصحف على سورة المؤمنون الآية الثامنة والخمسون إلى ختام السورة المباركة إخوان المشاهدين نضرب لكم موعدا مع التطبيق على سورة المؤمنون ولكن بعد هذا الفاصل أهلا ومرحبا بكم من جديد نحن مع أصول رواية الإمام قنبل في جزئها الثالث والأخير وسننطبق بحول الله تبارك وتعالى أصول هذه الرواية على سورة المؤمنون ابتداء من الآية الثامنة والخمسين إلى ختام السورة تفضلوا شيخنا الكريم شيخ الحسين لقراءة هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين هموا من خشية ربهم مشفقون والذين هموا بآيات ربهم يؤمنون والذين هموا بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى سراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن السراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم وبابا ذا عذاب شديد إذا هموا فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله حي على الفلاة أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله آت محمد رسول الله آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي اعده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل اشتركوا في القناة 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 سبحان الله اشتركوا في القناة 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 لا برناة لا حسابه اشتركوا في القناة 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 غير مقترنة باللم هذا القسم الرابع هذا القسم الخامس اذا جاء بعدها حرف اخر غير Spaß ذكر نعم ثم القسم السادس عرب يقول غير الهمزة وغير الالف و كل نوع له حكم عند القضاء و الغوات نعم فاتخذتموهم الإضغام والإظهار و ميم الجمع فاتخذتموهم قراءها بالإظهار أو بالفك يعني أظهر الذالة وفاقا لحفص و خلافا للافعل هذا يسمى في النقاط باب الاتخاذ ما نعم باب الاتخاذ و كذلك ميم الجمع ميم الجمع اتخذتموهم هنا أظهر وصلها سخريا وافق حفصا بكسر السين و خالف ورشا مثلا أو قال نحن قرأوا بضم السين سخريا قل قراءها بفعل الأمر بدل الماضي عندنا قراءة الجمهور قال كم لبثتم في الأرض عدد سينين و أخذها على صفة نحن قراءة الجمهور قال كم لبثتم بفعل الماضي نعم وقراءها بالأمر قل كم لبثتم في الأرض عدد السينين فسل كما ذكرنا في قاعدة الهمزة المفرد إذا الفعل فالسؤال فالسؤال إذا اخترنا بالفاء أو بالواو فإنه ينقل حركة الهمزة إلى السيني قبلها إلى الساكن وأنه يوافق قنبل يوافق البزي نعم فسل هكذا فسل شيخ حسين هذه أهم الأحكام التي استخرجناها من هذه الآيات فقط بودنا لو تذكرنا نصيحة ونحن في آخر جزء في رواية الإمام قنبل عليه رحمة الله كما طرحنا السؤال في ختام قراءة الإمام نافع براويه يعني ما أسهل السبل وما أسهل الطرق لطالب علم القراءات لكي يحصل قراءة ابن كثير وكنتم قد ذكرتم في هذه الحصص السابقة بأن قراءة ابن كثير قراءة سهلة يعني مقارنة مع بعض القراءة الأخرى التي فيها تفاصيل كثيرة أنا أتوقع أن الطالب العلم أو القارئ الذي وفقه الله تعالى لجمع قراءة نافع براويه أو على الأقل قراءة ورشا أو قالون يسهل عليه كثيرا أن يقرأ لابن كثير في كثير من الأحيان تتوافق الأصول سواء من حيث الهمز المفرد الهمز المزوج من كلمة لهز المزوج من كلمتين ثم بعد ذلك الفتح الإيمالة خاصة نتكلم عن قالون مثلا حتى أن قالون له وجه في صلة ميم الجمع وعلى هذا فيبقى له شيء يسير جدا يعرفه من جملة ذلك هو الفرش الحروف الخلاف الموجود وهذا يضبطه إما عن طريق متن خاص بابن كثير أو بطريق شاطبية أو لا يعني فيضبطه بذلك الخلاف الموجود بين ابن كثير وبين نافع فيسهل عليه بإذن الله تعالى ثم إن الجمع بينهما يسير يعني الفرق بين الراويين شيء يسير وعلى هذا فالأمر سهل جدا يعني هو أسهل من الجمع بين ورش وقالون أشوف ورش وقالون أصولهما متباينة في المدود في الإيمالات في أحكام اللام في أحكام الراء في الياءات الزوائد ولكن الخلاف بين البزي وقنبل خلاف يسير جدا ولذلك من السهل على قارئ القرآن الكريم أن يقرأ ختمة واحدة فقط يجمع فيها بين الروايتين شيخ حسين فقط وأنت تتكلم عن ذكر هذه الفروقات الإنسان الذي ينتقل من الرواية إلى أخرى أو من قراء إلى أخرى لابد أن تكون عنده رواية مرجع نعم ينطلق منها أنا وجد في بعض الكتب التي تذكر مثلا قراءة ابن كثير أو قراءة حمزة تجده يذكر في جدول الفروقات بين رواية الإمام حفص وبين الرواية المعنية قنبل أو البزي وكأنه يجعل رواية حفص هي الرواية العمدة أو المرجع وبالتالي يضبط هذه الفروقات نعم هذا لأن المشارقة نشاطه في مثل هذه التأليف المشارقة يقرؤونها برواية حفص وأكاد أقول أن الرواية حفص هي أكثر من 90% من العالم الإسلامي ربما يقرأ بها فشيء منطقي أنك تجد الآن تأليف المعاصرة ينشط أصحاب رواية حفص في مثل هذا لأنهم يضعون هذا لطلابهم فإحنا مثلا في البلاد المغرب العربي أو في إفريقيا في الغالب اللي ينقرأ بورش أو بقالون إذا أرد القارئ أن يجعل مثلا مذكرا لطلبته إن كان يقرئهم برواية قراءة بن كثير أن يجعل خلافا بين ورش مثلا بين قالون بن كثير وهكذا يعني يسيروا عليه ليس شرط أن يرجع إلى حفص إذن يمكن أن يضبط الإنسان هذه الفروقات بين أن يجعل مصحف ورش أو مصحف قالون هو العندة أو المرجع ثم يضبط الفروقات كما رأينا في هذا المصحف هذا المصحف نعم الله جزا الله من صنعه أو من كتبه وموجود الآن يعني بكثير من القراءات تجعل الأصل ربما ورش أو قالون أو حفص ثم على الهامش يعني يضبط الفروقات نعم شيخ حسين بارك الله فيكم على هذه الإضاحات ونذكر المشاهد الكريم بأن هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة في رواية الإمام قنبل تطرقنا لأغلب أصول رواية الإمام قنبل ونذكر المشاهد الكريم بأننا اليوم قد تطرقنا لأحكام الهمز المفرد من حيث الإبدال والنقل والتحقيق ولحكم كلمتي اللائي وها أنتم وكذلك تطرقنا لحكم الوقوف على مرسوم الخط ولياءات الإضافة وللياءات الزوائد وللمتفرقات وطبقنا أصول رواية الإمام قنبل وهي الرواية الثانية للقارئ الثاني عبدالله بن كثير المكي طبقناها اليوم على سورة المؤمنون ابتداء من الآية الثامنة والخمسين إلى آخر هذه الصورة الكريمة نضرب لكم موعدا بحول الله تبارك وتعالى للمقارنة بين الروايتين في الحلقة القادمة أي في الحلقة العشرين بحول الله عز وجل ولكن لم يبقى لنا في هذه الحلقة المباركة إلا أن نقف وقفة متأنية عند آداب حملة القرآن الكريم لا تذهبوا بعيدا سنعود بعد هذا الفاصل أهلا ومرحبا مكم من جديد مع آداب حماة القرآن ولازلنا دوما نتمتع بالنفائس والفرائد للإمام النووي عليه ورحمة الله عنوان اليوم الأمر بالتوسع في مجلس العلم قال النووي قدس الله سره وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير المجالس أوسعها رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الأدب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري انتهى كلام الإمام النووي الشيخ حسين ما قولكم في هذا الباب بارك الله فيكم شيخنا على هذا النقل الجميل للإمام النووي رحمه الله تعالى وهو ينبه المعلم إلى استجلاب البركة من باب آخر غير باب ذات العلم ولكن من باب توسيع المجلس والمجالس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال خير المجالس أوسعها لأنها تحمل أكبر عدد من مرتادي هذه الحلقة ولألا يتحرج طلبة العلم أو يحرج بعضهم بعضا يعني تعرف الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالس في مجموعة من أصحابه وجو ثلاثة من الناس فأما الأول فتقدم وزاحم والثاني استحيا وجلس في آخر المجلس والثالث لما شاف المجلس عامر ومكاش أين يجلس رجع وعلى عقبيه ومشى فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه يعني قص عليهم خبر الثلاثة لأن الناس اللي كانوا في المجلس من الصحابة ما كانوش من شاغلين بمن يأتي فقال قال أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه يعني زاحم ما في المجلس وأما الثاني فهذا فيه مدح وثناء فيه مدح وثناء نعم لأنه كان حريصا على الإقبال على حلقة العلم ومن من يعني حلقة علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني قال استحيا فاستحيا الله منه يعني وهذا كذلك فيه مدح وثناء فيه مدح وثناء عليه الثالث أقبل أو أدبر فأدبر الله عنه وهذا كذلك فيه هجاء يعني هجاء وهو فيه ذم لما صنع يعني فكيف تترك مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كيف تترك مجلسا فيه العلم كيف تزهد في مجلس العلم بعض الناس إذا قام الإمام أو قام الشيخ يدرس انصرف انصرف عن مجلس العلم وحلقة العلم وحلقة التفسير وحلقة فأن لهذا الشخص هذا أن له أن يتقبل قلبه الوعظة وكيف يعلم دينه إذا كان يعرض عن مجلس العلم ويتركها وينصرف إلى ما دونها يخرج براء مع الكلام الزايد ومع الكلام الفاضي الذي لا طائل من ورائه اللغو وهذا لا يؤجر عليه بل ربما يكون سببا في زيادة الذنوب عليه فذلك مجالس العلم يعني اختصت بأنها مجالس يزدحم فيها الطلبة على مشائخهم ويعني يبتكرون لما نقوله يبتكرون يعني ماشي يعني يبكرون يجوا قبل الشيخ تحم ويحكموا أماكنهم كل واحد يحكم مكانوا ينتظرون شيخهم متى يأتي ويعني يتهيأون لتلقي هذا العلم عنه فلذلك مدحت هذه المجالس إذا كانت واسعة فلألا يزاحم بعضهم بعضا ولألا يحدث بينهم ربما شناء ويقع بين طلبة العلم مثل هذا الشناء عن الأمكنة يقول لنا هذا مكاني والأخر يقولوا هذا مكاني فيفترض بالشيخ أنه هو من ينظم هذا المجلس ويجعل الناس يعني يقرب من يقرب منه منهم ويعني يقدم من يقدم وقد ذكرنا بمناسبة نحن رأنا في قراءة الإمام بن كثير أنه أول من أخذ بالسبق أنه أول من عمل بالسبق يعني الذي يأتي أولا هو الذي يقرأ وثم الذي بعده ثم الذي بعده السابقون نعم وقد درج العلماء بعده على هذا المسلك النبيل كذلك النبي الله عز وجل في صورة المجادلة يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيلكم تفسحوا في المجلس أو في قراءة في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشوزوا ويرتفعوا خلاص انتهى المجلس فانشوزوا يرفع الله يعني قال بدل أن يقول فارتفعوا قال فانشوزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة هذه الدعاء بالبركة وبالخير لأهل هذا المجلس الشيخ حسين في السياق هذا الحديث وانت ذكرتني بآية المجادلة أو المجادلة يذكر في سبب نزولها طبعا ونحن في هذا في باب التوسعة في المجالس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه المبارك الخير وهو يعرض الصحابة الكرام وكان فيه كثير من المهاجرين فجاء بعض من الصحابة الكبار من أهل بدرهم فلم يقم لهم أحد بما أنهم حينما وصلوا إلى المجلس لم يقم لهم أحد ولم يوسعوا في المجلس فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكبر بهؤلاء فقال لفلان قم من مكانك ولفلان قم لكي يجلس هؤلاء الواقفون فكأن الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام نوجدوا في أنفسهم كأنهم كرهوا ذلك فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قل لكم تفسعوا في المجلس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قلوا انشوزوا أي قوموا أو ارتفعوا فارتفعوا ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا كان في مجلس وجاء أخوه من الأدب أن يوسع له في المجلس حتى لا يحرج الجارس ولا يحرج القائم ويورى في هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أخي حسين نذكر به أنفسنا وإخواننا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا شيخ حسين فقط أريد أن أسألكم في هذا السياق يعني ما السر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ هذا الأدب الإمام النووي ووضعه في التبيان ما السر في الندب أو استحباب التوسع في المجالس خصوصا في مجالس العلمي أو في مجالس الذكر الله أعلم لعل من أسباب هذا الندب أن التوسع يترك الطالبة حرا يعني طاليق اليدين يكتب لا يكونوا في ضيق لا يكونوا في ضيق ويمكنه أن يركز مع شيخه أما إذا كان الضيق في الحلقة أو الضيق في المجلس قد يسبب ذلك حرجا بين الطلاب طلاب العلم فلا ينشغلون بما هو أولى وهو العلم ذاته وإنما ينشغلون بمن هو بجانبه يعني فلا بد الإنسان أن يطرح كل سبب أو كل شغل يشغله عن شيخه وعن العلم الذي جاء من أجل أن يتلقاه عنه هذا يعني الإنسان جاء بنية وهذه النية لا بد لها أن تستمر معه طيلة هذا المجلس أن لا تخرم هذه النية أو أن تنقض أثفئتنا ذلك ومن بين نواقضها هو مثل هذه الشواغل والصوارف ويمكن أن يضاف لها ما ذكرناه المرة الماضية من مثلا من مس الحصى أو لاشتغال الطالب أو الشيخ بغير العلم أو بغير ما أتوا لأجله فكل ما يصرف الطالب عن تلقي العلم يفترض أن يتركه وأن ينشغل بهذا المجلس المبارك إلى أن ينتهي لأنه في عبادك معناها الشيخ حسين فهمت من كلامك أن الضيقة في المجالس مخالف للأمر الطبيعي فهو من الشواغل كالذي يصلي وهو يدافعه الأخباثان وانا قصدت من طرح هذا السؤال حتى يكون هناك إسقاط في حال الصلاة لأن بعض من الناس يفهمون قول الإمام تزاحموا ترحموا أنه يصلي في الضيق وبعض الناس لأسف الشديد في صلاة الجماعة تجده يضيق على صاحبه في الصلاة ظنا منهم أن يسد الفرجة ولكن الإنسان إذا كان يصلي في ضائقة أو في حرج فإنه يكون مشغول البال بالعكس اللين مطلوب لينه في أيدي إخوانكم يعني الإنسان الأمر باللين الإنسان يلينه بين يدي إخوانه يعني لا يزاحمهم بعض الناس مثل يدوسوا على قدمك من باب أنه يظن أنه بذلك يسد يسد الفراغ سدا وهذا خطأ وهذا شطط في التفكير أعتقد واللين والسماحة والصبر على إخوانه من أهل العلم من من يجلسوا معه هو السبيل الأوكد إن شاء الله لحسن التلقي عن الشيخ خاصة هو الباب هذا في آداب حملة القرآن الكريم فإن بغي لي حملة القرآن الكريم فيما بينهم أن يضربوا أروع الأمثلة في التسامح وفي التوسع لبعضهم البعض ولعل الله عز وجل يطرح البركة في مثل هذه المجالس ولا بأس أن نذكر بمقولة الإمام النووي في ختام هذه الحلقة شيخان الحسين يقول إمام النووي وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه ففي الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير المجالس أوسعها وبهذا شيخان الحسين نكون قد ختمنا قراءة الإمام بن كثير براويه الإمام البزي والإمام قنبل نضرب للمشاهد الكريم موعدا في الحلقة العشرين بحول الله تبارك وتعالى مع الجمع بين الروايتين طبعا في حلقتين متتابعتين إلى أن ننتقل إلى القراءة الثالثة بمشيئة الله ومنه وكرمه شكرا لكم شيخان الحسين على تلبية نداء القناة الخامسة قناة القرآن الكريم وبرك الله فيكم وزادكم علما وتقا ورفعة في الدنيا والآخرة كما أشكركم أيضا إخواني مشاهدين على متابعة هذه الحلقات المباركة وعلى متابعاتي وعلى متابعة برامجي قناة القرآن الكريم قناة القناة الخامسة القناة الهادفة نضرب لكم عيدا بحول الله عز وجل في الحلقة القادمة إلى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة القناة